لسنا في إحدى مدن القرن الأفريقي إننا في حي الجهاد أحد أحياء محافظة واسط في جنوب العراق الغني بالنفط حيث يعيش سكانه في بيوت ليس بينها وبين العرائه سوى بضعة أحجار مرصوصة ومع عدى ذلك لا شيء يذكر لا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب ولا مستشفى ولا مدرسة فالبنى التحتية لا وجود لها في هذا الحي أطفال حي الجهاد يلعبون وسط القمامة غير آبهين لواقع وجدوا أنفسهم فيه والأمر ذاته بالنسبة للسلطات الحكومية التي تناست تماما أمر هذا الحي كما يقول سكانه هذه المنطقة ما بها كل خدمات يعني الصور شوفوا بعينك انتهي حاليا المنطقة الأنهار مالتها الأوساخ بالنسبة يعني شوف أطفالنا كلهم مرضى بسبب هذه الشيء أنا أحكي لك على المنطقة ما الحي الجهات والخدمات مالتها يعني أبد ما حد يوصل لها والمجار مثل ما شفتها السبعينة يعني سيانة والبويك واللي يحرمسها راح يجينا الصيف ما حد يبحاننا والكهرباء تعبونا ما حد يصلح المياه الآسنة خلقت هي الأخرى مشكلة لسكان حي الجهاد حيث أصبحت قصبات المياه في الحي مصنعا للأمراض والأوبئة مناشدات السكان للمسؤولين في محافظة واسط لم تجد نفعا وأغلب المسؤولين يختارون بعناية توقيت مجيئهم إلى هذا الحي والله يجون قبل الانتخابات هواي مسؤولين قبل الانتخابات بسبوع بشهر ننوفر لكم وبخدمتكم تتوصل الانتخابات كل من يروح على كرسي وبعد ما حد يوصلنا ما حد يجينا مجلس محافظة واسط كان قد صوت في شهر كانون الأول الماضي خلال جلسة سرية على منح أعضائه مبلغ ثلاثة ملايين دينار من تخصيصات المنافع الاجتماعية التي كانت تمنح لفقراء المحافظة بحسب مصادر من داخل مجلس واسط ترجمة نانسي قنقر